ترجمة نانسي قنقر والدولة القطرية أنها سلبية للغاية والأمر لا يقتصر على قناة الجزيرة وإن كانت قناة الجزيرة تحتل الصدارة في هذه الأشكال والأنماط من الإساءات الإعلامية وتأجيج الفتن والترويج الزائف لعديد من الأخبار المفبركة والمصطنعة والمضخمة في عديد من النماذج لكن الذي ذهبت إلي قطر والجزيرة على وجه التحديد في هذه اللحظة هي منصات التواصل الاجتماعي والمساحات البث ما يعرف ببث الديجيتال الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر وغيرها من المنصات التي على مدار الساعة الحقيقة تبث كم كبير جدا من الأخبار التي ننظر إليها بدهشة بالغة وبتحفظ كبير على الاعتبار أن الغالب الأعام من هذه الأخبار مكذوبة بكل تأكيد ووراءها منهج يؤجج بالفعل عدم الاستقرار ويسيء إلى هذه الدول ترجمة نانسي قنقر